توصات سمكة المايك طابي أعقلك آم سوري هتلحين فقطها الصباح قصم؟ يلا سلام يا كDam لا يا شباب إيش رأيكم؟ تخيأ قلت تخيلت أنك تخاطب نهر أو جبل يعني غير معزة النبي صلى الله عليه وسلم ويستجيب لك مثلا تطلب طلب ويستجيب لك مصر؟ نهر جبل أيك الى دعا ربي أمر سبحان الله تخيلوا أنه في أيام عمر الخطاب رضي الله عنه لما جاء عمر بن عاص وفتح مصر كان عند أهل مصر عادة النيل عندهم يفيض النهر في شهر يعني كل موسم له النيل يفيض في دفاعات يحاولون يأخذون واحدة جارية بنت صغيرة عندما أبوها ويرضون أهلها بالمال ثم يقتلونها ويرمونها في النهر ويرجع يعني يعتبرها زي الرضوة للنهر هذا فلما جاء عمر بن عاصر رضي الله عنه وصلوا وصل النهر للعادة في جاء له قالوا أن لنيلنا هذا عادة يفيض كل فترة ونحن نأخذ جارية فنرضي أهلها بالمال ثم نلقيها في النهر فنبغى نتمع لعادتنا قال لهم الإسلام يجب ما قبله وهذه أشياء هذه كانت عادة قبل الإسلام قصتك نعم قبل ما يجبهم الإسلام فرفض عمر بن عاصر دعوني يستجيب لهم فقال أشتصر عليه فكتب لخليفة عمر بن الخطاب في المدينة يستشير في الموض فرد علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له الأمر قال له فعلا هذه الأمور ما تجري لبأمر الله ولكن إذا فتحت كتابي فإن فيه رسالة ألقيها في النيل رميها في نهر النيل وما فيه يصير فجاء سبحان الله فعلا فتح الكتاب وقرأ من الخطاب أن يقول له لا تفعل لا تقتل جارية وأخذ رسالة الصغيرة وقرأها ورمها في النيل من المليم الثاني رجع النيل لوضعها السعب لا إله لا هو أن عكستها ما يفيد كان ينقطع ما يجيهم يعني يخفض مستوى فكان مكتوب فيها سبحان الله من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى نيل أهل مصر إن كنت تجري من قبلك فلا تجري وإن كنت تجري فإني أسأل الله الواحد القهار أن يجريك تجري الأمر لله يا الله فسبحان الله في اليوم الثاني رجع النيل لوضعها السابق برسالة فقط ألقها في الرهاب من عمر بن الخطاب وهذه قصة ثابتة يعني رسالة تضمينية هي دعاء لله و خطاب للبحر نعم سبحان الله وأيضا قصة ياسرية الجبل هذه سبحان الله من أجل العجيبة يا حمد تخيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حبك ترى لا تروا حبغاك سلام تخيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان على المنبر يوم الجمعة و يخطب يخطب في الناس في نفس الوقت كان فيه جيش من جيش المسلمين في أرض فارس في بلاد الفرس كسراء في معركة فكان عمر بن خطاب رضي الله يخطب فجأة كذا قصة الخطبة و صار يقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل الناس مستقربين وش فيه ذا لا علاقة بالموضوع أبدا يعني هو يخطب فجأة ينادي كذا يسم يا سارية الجبل و قفع أي عمر الخطاف و الناس منصدمين وش فيه يا ساذج اشتبغن ترح تناديق واحد ثانية بعيد الناس كلهم منصدمون موقف فلما انتهد قال له ايش ماذا هاك يا أمير المؤمنين قال تراء لي مشهد أمامي للمسلمين يعني كذا كأنهم في معركة و أن الكفار حصروهم و ما عندهم مخرج إلا أنهم يلتفون من رأى الجبل أو كذا فصحت عليهم بس شيء تراء لي أمامي ما توقع أنه وصل أثره لما جاء بعد فترة وصله الرسول ببشرة أنهم انتصروا رسول من المعركة أي من معركة أنهم انتصروا قال له يا أمير المؤمنين كنا في أرض المعركة و أحاطبنا عدو من كل جانب و يعني لما اشتد علينا الأمر سمعنا صوتا ينادينا يا سارية الجبل كان ينادي صاحب قائد المعركة سارية يا سارية الجبل فالتففنا من حول الجبل فغلبنا الله عليه فنصرنا الله عليه يا سارية الجبل يعني يا سارية يذهبوا للجبل يعني يا سارية يدعوا اسم يعني يا سارية هذا اسم أي وسارية و يقول له الجبل ينبه الموضوع على الجبل الجبل اللي عندكم فرض المعركة سبحانه وتخيله و أرض المعركة كده تجلى أمامه وشاف المشهد كامل وقالت سبحان الله أشار عليهم يعني تخيء بث حي نقل أنا شب تلفزيون الآن بث حي كان المعركة أمام سبحان العمار الخطاب أمام من الكرامات طبعا أمام عمار الخطاب عضي الله عنه